بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله طيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد عجل فرجهم حديثنا في كتاب منهاج الصالحين الجزء الأول لسماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مدى ظله الوارث كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديثنا في هذا اليوم في المسألة 1270 قال حفظه الله يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كون المعروف واجبا والمنكر هراما في هذه المسألة يتعرض إلى الأمور التي يكون فيها الأمر بالمعروف واجبا الحالات التي يكون فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا وحالات أخرى يكون فيها مستحبا فيقول أنه الشيء الذي يأمر به الإنسان إذا كان هذا الحكم أو الحالة التي حصلت هي حالة واجبة حكم واجب كالصلاة فيكون الأمر به واجبا والنهي عن تركه مثلا يكون أيضا واجبا لأنه نهي عن منكر فعله الشخص الذي ينهى عن المنكر فيكون حينئذ الواجب على الشخص الناهي عن المنكر أن ينهى عن هذا المنكر يكون واجبا عليه لأنه المتروك المنكر الذي فعله الطرف المقابل هو من الأمور الواجبة فلذا يقول أن هذا الأمر بالمعروف إنما يكون واجبا والنهي عن المنكر إنما يكون واجبا إذا كان من الأمور الواجبة أو المحرمة من الأمور الإلزامية التي يكون فيها إما واجبا أو محرما هذا الوجوب الذي ذكرناه هذا الوجوب يكون وجوبا كفائيا بمعنى أنه إذا قام به شخص سقط عن الآخرين ولا يجب حينئذ قيام الأشخاص الآخرين بهذا الواجب وإنما يكتفى بشخص واحد يؤديه نعم إذا كان هذا الطرف الذي فعل المنكر لا يرتدع إلا بحديث شخصين ثلاثة فيجب عليهم حينئذ ردعه ونهيه عن المنكر وفق الشروط التي سنتحدث عنها ومن هنا قال حفظه الله يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كون المعروف واجبا والمنكر حراما ووجوبه هذا القسم الثاني في الحديث وجوب هذا الواجب هو من الوجوبات الكفائية في مقابل الواجب العيني الواجب العيني الذي يجب على كل إنسان أن يفعله في بعض الحالات قد يكون في بعض الخصوصيات التي سنتحدث عنها يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات العينية فإذن في المرحلة الأولى في هذه المسألة الحديث عن خصوص الواجبات التي تكون واجبات كفائية أمر بمعروف يتحقق به المطلوب بنحو الوجوب الكفائي ووجوبه عندئذ كفائي معنى الوجوب الكفائي أنه يسقط بقيام البعض به إذا قام به بعض الناس فيسقط عن الباقين هذا هو القسم الأول من وجوب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر قلنا أنه وجوب كفائي هناك قسم آخر وهو الوجوب العيني وهذا ما يتعرر له أيضا سماحة السيد يقول نعم وجوب إظهار الكراهة قولا كيف تتحقق إظهار الكراهة يقول هذا إظهار الكراهة قولا أو فعلا يكون من الواجبات العينية كل إنسان حينما تحصل أمامه حالة فيها منكر أمر معين ارتكبه طرف من الأطراف شخص من الأشخاص هذا المنكر الذي ارتكبه هذا الشخص الذين يشاهدونه الذين يطلعون عليه ويعرفون أن هذا العمل من المنكرات على الأقل لا بد لهم أن يظهروا الكراهة لهذا الفعل أن يكفهر وجوههم من هذا الفعل أن لا يتقبلوا هذا الفعل كيف يكون عدم تقبلهم لهذا الفعل إما بالقول أو بالفعل وهذا ما يشير إليه سماحة السيد هنا قال نعم وجوب إظهار الكراهة قولا كان يقول له حتى تظهر منه الكراهة كراهة قيام هذا الطرف بهذا المنكر كيف أظهر له أنه أنت فعلت أمرا غير مقبول محرم تركت واجب فيقول له بالقول بالأسلوب المناسب كما سيأتي التعرض له كيفية الأمر بالمعروف أنه عن المنكر يقول له صلي هذا الشخص وجد أن الطرف الآخر لا يصلي فيظهر له كراهة تركه الصلاة كيف يظهرها إما بالقول فيقول له صلي يقول له صم يقول له مثلا لا تغتب المؤمن مثلا فيردعه عن هذا المنكر ووجد أن الطرف الآخر يستغيب المؤمن فينهاه عن هذه الغيبة يقول له لا تغتب هذا الشخص المؤمن فإما يقول له مثلا صلي أو يقول له صوم أو لا تغتب المؤمن أو لا مثلا لا تحلق لحيتك أو نحو ذلك من المنكرات من المحرمات فبالقول ينهاه يزجره بقول معين أو حتى لا يصره هذا القول سيكون هو بنفسه نهي عن منكر وليس مجرد إظهار كراهة إظهار الكراهة يكفهر بوجهه يسلم عليه ولكن بسلام ثقيل لا يستبشر بمجيئه بحيث يشعر الطرف الآخر أنه هذا المؤمن إنما يفعل هذا الفعل لأنه هو ارتكب محرما من المحرمات إما ترك واجبا أو فعل حراما فإظهار الكراهة إما بالقول كما قلنا يعني ولو بمقدار عدم الاستبشار مع رد السلام مثلا سلم عليه يرد عليه السلام بشكل ثقيل أو يسلم عليه بشكل سريع من دون أن يتحدث معه ويستبشر به ويبين له أنه الأمور وكأنها أمور طبيعية بينهما لا وإنما يشعر الطرف الآخر من خلال هذا القول بحديث معين بهذا الإسلوب يظهر له كراهة ما فعله للطرف الأول الذي هو فاعل المنكر فيظهر له الناهي الآمر يظهر له كراهة ما فعله في هذا المجال فيقول إظهار الكراهة قولا أو فعلا بالفعل هو مثلا يدير بدنه عنه يصفح يصفح بوجهه عنه حينما يأتي مثلا هو ينصرف بحيث أن هذا الطرف يشعر من خلال هذه الأفعال أنه فعل فعلا محرما فعل فعلا ممقوتا لذا هذا المؤمن يُعرَض بوجهه عنه لا يستقبله بشكل ببشاشة وأنس وإنما هو بحالة يبدو وكأنه في حالة غضب في حالة إشمئزاز عدم قبول عبوس مثلا هذه الحالات التي تظهر على وجه الإنسان هي ليست قول هي فعل من الأفعال وهذا الفعل هو يوحي للطرف الفاعل أنه ارتكب عملا غير مقبول ولذا هذا الطرف الآخر هذا الصديق يعرض بوجهه عنه يعبس بوجهه يغضب سريعا منه بحيث أنه يشعره بأنه قد ارتكب هذا العمل المحرم أو فعلا كما قلنا الفعل من قبيل أن يعبس في وجهه في وجه العاصي أو يكلمه بجفاء وبنوع من الشدة في الكلام والحديث لو تحدث معه ونحو ذلك فحينئذ هذا الأمر سيكون من الواجبات العينية وليس واجبا كفائيا من ترك الواجب أو فعل الحرام يقول هذا إظهار الكراهة من ترك الواجب أو فعل الحرام يكون عينيا لا يسقط بفعل البعض وإنما وواجب على الكل بهذا المقدار واجب على الكل نعم الذي يجب بالوجوب الكفائي هو الردع الصريح الذي يقول له لماذا لا تصلي مثلا لماذا لا تصوم لماذا تغتب المؤمن هو يتحدث معه هذا الحديث هو نفسه هو النهي عن المنكر الذي هو واجب كفائي لا يسقط بفعل البعض وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة يعني بوجوه عبوسة ليست مستبشرة مكفهرة فهذا الأمر أيضا يساهم كثيرا في ردع العاصين لو كان عموم المجتمع عموم الناس الذين يلتقي بهم هذا العاصي ويشاهد منهم هذه الأفعال أنهم يبدو عليهم الغضب يبدو عليهم العبوس يبدو عليهم الجفاء معه هو سيراجع نفسه وسيكون هذا الأمر هذا الفعل هو وسيلة مهمة في ردعه ومنعه من تكرار المنكرات وترك الواجبات مثلا هذا سيرتدع عن ذلك وسيعود إلى جادة الصواب والالتزام بما أمره به الله سبحانه وتعالى فهذه الأمور هي التي يكون تأثير المجتمع فيها تأثيرا مهما جدا ومساهما مساهمة فعالة في ردع العاصين بأسلوب مناسب وبموعظة حسنة وبأفعال قد تكون أفعال بسيطة ولكن لها دلالاتها لها تأثيرها على العاصي فيجعله يراجع نفسه ويعني يفعل ويجعله يراجع نفسه ويتراجع عما ويتراجع عما ارتكبه من منكرات ومحرمات المسألة الأخرى وهي المسألة ألف ومائتين وواحد وسبعين قال إذا كان المعروف مستحبا يكون الأمر به مستحبا هنا القسم الثاني أنه قلنا أن الأمر بالمعروف أنه عن المنكر تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا الواجب الأمر بالمعروف أنه عن المنكر الصريح هذا هو من الواجبات الكفائية يكفي قيام شخص واحد به أو بعض الأشخاص به كما يقول سمحت السيد أما القسم الثاني الذي هو أظهار الكراهة قولا أو فعلا هذا من الواجبات العينية التي تجب على كل إنسان كل من يلتقي بهذا العاصي لا بد له أن يظهر له كراهة أفعاله بل مع الأسف في بعض الأحيان قد يكون بعض الناس أصدقاؤه يسيرون معه سيرتهم المعهودة يستبشرون به يرحبون به يتعاملون معه وكأنه لم يرتكب أي محرم وهذا هو الذي يساعد على شيوع ظاهرة المنكر على شيوع ارتكاب المعصية والعياذ بالله أما لو كان المجتمع الذي يحيط بهذا الإنسان هو يؤدي هذا الدور المهم يؤدي هذا الواجب أنه يلاقي هذا الشخص بجفاء وبعبوس ولا يستبشر به مثلا حينما يلتقي به سيجعل هذا الإنسان العاصي يراجع نفسه ويتراجع عن أفعاله المخرمة إذن القسم الأول هو الواجبات التي ذكرناها في المسألة السابقة القسم الثاني هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المستحب يقول هذا متى يكون مستحبا يكون في حالة أن هذا الإنسان ترك شيئا من المستحبات مثلا أو فعل مكروها من المكروهات ولم يرتكب حراما ولم يرتكب حراما ولكنه ارتكب شيئا ممقوتا عند الله سبحانه وتعالى مكروها المكروه هو أيضا ممقوت عند الله سبحانه وتعالى ولكنه لا عقوبة فيه وإن كان بعض المكروهات كما يذكر في الأحاديث الشريفة هذه المكروهات لها آثار وضعية يترتب عليها لكنه لكنه على كل حال ليس من المحرمات فتركه ترك المستحب ليس حراما لا عقوبة فيه وكذلك فعل المكروه لا عقوبة فيه إلا أنه يحسن للإنسان أن يردع عن فعل المكروه يحث على فعل المستحب فهذا أمر لا بأس به هنا ما يشير إليه سمحت السيد يقول إذا كان المعروف مستحبا يكون الأمر به مستحبا أيضا من قبيل شخص لا يصلي النافلة مثلا فيقوم الآمر يأمره بأسلوب مناسب يأمره يقول له صلي النافلة النوافل لها ثواب عظيم لها هي حسنات مهمة هي أفعال مهمة تساعد في رقيء نفس الإنسان الحصول على الثواب الكثير الذي يحتاجه الإنسان دائما غفران الذنوب قد يكون فعله لهذه النوافل هو يساهم في غفران ذنوبه فيحثه هذا الحث هو من المستحبات ليس من الواجبات فيقول إذا كان المعروف مستحباً يكون الأمر به مستحباً فإذا أمر به كان مستحقاً للثواب الآمر يحصل على الثواب ثواب أمره بالفعل المستحب ونهيه عن المكروه يحصل فيه ثواب وإن لم يأمر به لم يكن عليه إثم ولا عقاب الآمر لا يجب عليه ذلك لكنه أمر حسن وفيه ثواب إذا كان فعله هذا أمره هذا بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل ويلزم هنا يذكر في الواجب الأمر بالمعروف وأنه عن المنكر المستحب يقول فيه شرط فيه شرط إضافي يختلف عن الشرط الأمر بالمعروف أنه عن المنكر الواجب وهو يقول أنه يلزم أن يراعى في الأمر المستحب أن لا يكون بحيث يستلزم الإيذاء إيذاء المؤمن أو إهانة المؤمن إهانة هذا الطرف المنهي بالنسبة إلى النهي عن المنكر الذي هو من الواجبات سواء كان واجبا عينيا أو كفائيا هنا بعض الأحيان هذا الطرف العاصي يتأذى بل غالبا ما يتأذى يحصل عنده إيذاء لأنه حينما يردعه شخص عن فعله للمنكر هو كان خصوصا من اعتاد على هذا المنكر هو سيتأذى لكنه مع ذلك من حق الآمر أو الآمر بالمعروف أو الناهي عن المنكر من حقه أن يتحدث معه ويجب بل يجب عليه أن يتحدث معه كما قلنا في الواجبات حتى لو كان هذا الحديث معه أو هذا الردع له يستلزم إهانته في بعض الحالات إذا كان لا يرتدع إلا بإهانة أو لا يرتدع إلا بحديث جاف خشن وهذا الأمر طبعا يختلف باختلاف الحالات يختلف باختلاف الأشخاص إذا أمكن نصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر بشكل مناسب وبموعظ حسن ويتحقق المطلوب بها فهذا هو الأولى وهذا هو الأفضل بلا شك وأما إذا كان لا يرتدع إلا بهذه الطريقة يجوز بل يجب ردعه عن المنكر ونهيه عن المنكر حتى لو استلزم الإذا أما إذا نهاه عن فعل المكروه أو حثه على فعل المستحب وكان هذا بأسلوب يوجب إيذاءه فحينئذ لا يجوز ذلك لأنه هذا هو بالنتيجة عمل مستحب وليس من واجب الآمر أن يأمره بالمستحب وليس من واجبه أن ينهاه عن المكروه فإذا أراد أن يؤدي هذا العمل المستحب لأجل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في إشاعة المعروف في إشاعة الأمور المستحب وحث الناس عليها لابد أن يراعي الأسلوب المناسب بحيث لا يوجب الإيذاء لا يوجب كراهة المأمور به أو إهانته في مثل هذه الحالة لا مانع من أمره بالمستحب ولكن على أن لا يكون فيه إيذاء له كما كما لابد أيضا هذا الشرط الأول الشرط الثاني لابد من الاقتصار فيه في الأمر بالمستحب أو الرد عن المكروه لابد فيه من الاقتصار فيه على ما لا يكون ثقيلا عليه بحيث يزهده في الدين وبعض الأحالات أن بعض الناس تذكره بالعمل المستحب هو قد يكون التذكير بأسلوب يوجب يعني رد فعل عنده يوجب غضبه يوجب استثقاله من الدين والالتزام الديني خصوصا بعض الأشخاص ممن يدخل الإسلام حديثا مثلا أو كان يعيش في مجتمع بعيد عن الدين تماما فاعتاد على بعض الأمور المكروهة أو اعتاد على ترك هذه المستحبات هو تعرف على الدين والالتزام الديني بشكل قريب فبدأ يؤدي الواجبات فالمستحبات كانت ما يؤديها إسأما يجدها ثقيلة عليه أو لأي سبب من الأسباب فالإنسان هنا لابد أن يلاحظ يلاحظ الشخص تختلف هذه الحالة باختلاف الحالات باختلاف الظروف باختلاف الأشخاص فهذا الشخص ربما باعتبار قرب عهده من الدين حينما تقول له صلي صلاتك الواجب صم مثلا أما حينما تقول له يستحب لك أن تصوم في كل شهر ثلاثة أيام ونعم هو مستحب ومن الأمور المطلوبة والصيام فيه ثواب عظيم أو صلي النوافل التزم بها بأجمعها هذا قد يستثقل قد يزهد في الدين قد يبتعد عن الالتزام الديني فلذا الحديث معه لا بد أن يكون بشكل مناسب جدا وإلا قد ينفر من الدين قد يبتعد عن الالتزام بالواجبات قد يرتكب المحرمات نتيجة هذا الحديث فهنا الموضوع الحساس جدا ولا بد من ملاحظة الآمر في حديثه مع الطرف الآخر لا بد أن يلاحظ خصوصيته وحالته وظرفه وما يرتبط به حتى لا يزهده في الدين فهنا يقول سماحت السيد كما لا بد من الاقتصار فيه يعني في المستحب على ما لا يكون ثقيلا عليه على هذا الشخص الذي يترك المستحب أو على هذا الشخص الذي يفعل المكروه على ما لا يكون ثقيلا عليه بحيث يزهده في الدين الحديث لا بد أن لا يزهده في الدين الحديث لا بد أن يكون بصيغة وبطريقة وبإسلوب يرغبه في الدين يرغبه في الالتزام الديني هذا هو المطلوب هذا هو المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الهدف إقناع الناس الهدف هو تثقيف الناس وتوجيههم وتوعيتهم من أجل الالتزام بهذا العمل الواجب وترك الحرام إضافة إلى فعل المستحب وترك المكروه الغرض هو التوجيه والنصح وليس الغرض أن يزهدهم في الدين هذا خلاف الغرض المطلوب وهكذا الحال في النهي عن المنكر هذا هذه هي المسألة التي ذكرناها الفصل الثاني في شرائطهما هنا بعد يتعرض سماحة السيد والدول له إلى شروط الأمر بالمعروف النهي عن المنكر وهذه الشروط هي شروط متعددة يكون هذه الشروط هي شروط متعددة لابد من توفرها لكي يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا ما سيأتي الحديث عنه اللهم صل على محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد